هنحل النهاردة أسئلة شملة المنهج كله لمنهج التاريخ التمن فصول بس بنظام أسئلة البوكلت لنتدرب معا على حل أسئلة هذا البوكلت أو النظام الجديد طبعا بطلب من أبنائي وبناتي الطلبة الجمال أن احنا نركز في كل سؤال قبل ما نقرأ ودايما نبدأ بالسؤال السهل حتى لو كان هذا السؤال في آخر ورقة الإجابة يعني نركز الأول على الأسئلة السهلة اللي أنت متأكد من إجابتها لو قابلك سؤال مش لازم ترتيب طبعا الأسئلة ولو قابلني سؤال محتاج وقت في التفكير عشان أجيب إجابته أو محتاج وقت عشان أستذكر بعض النصوص المعاهدة وهيحتاج مني وقت في استرجاع هذه المعلومة أسيبه وحل السؤال اللي بعده وابدأ دايما بالسؤال السهل ده هيساعدنا كتير في أن احنا نركز وناخد ثقة أثناء الإجابة وما يضيعش مننا الوقت أو المجهود نبدأ مع بعض ونشوف أسئلة النهاردة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين ألف أو به أو جيم أو دال من أسباب إهمال التعليم في مصر في عهد الاحتلال البريطاني جعل التعليم بمصرفات عالية انشغال المصريين بالزراعة عدم الرغبة في التعليم أم عدم وجود مدارس مناسبة طبعا الإجابة أن من أسباب تدهور وإهمال التعليم في مصر في عهد الاحتلال هو جعل التعليم بمصرفات عالية السؤال الثاني لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية تقليدية للغزو والاحتلال على دوق هذه العبارة وضح ما يلي طبعا بنكون قطعة وبنجيب عليها سؤال وضح إصلاحات نابليون بونابرت في مجال القضاء طبعا كلنا عارفين أعزاء الطلبة والطالبات أن فيه إصلاحات حصلت أيام الحملة الفرنسية في مجال القضاء والإصلاحات دي كان فيه إصلاحات في عهد نابليون وأيضا كان فيه إصلاحات في عهد مينو إحنا النهاردة عايزين نعرف إيه إصلاحات نابليون في القضاء أجرى نابليون بعد عودته من حملته على الشام في عكة سنة 1799 تغييرا في نظام القضاء الشرعي المعمول به في مصر في ذلك الوقت حيث جعل العلماء المصريون يتولون عن طريق الانتخاب فيما بينهما بدلا من الأطراق يعني شال القضاء الأطراق وحط مكانهم قضاء مصريين أيضا من إصلاحات نابليون في القضاء أنحدد رسوم التقادي بواقع 2% من قيمة المتنازع عليه بعد أن كانت مطروقة للأهواء دي النقطتين دول هم التغييرات اللي أجراها نابليون في مجال القضاء ننقل على السؤال الثالث ما النتائج التي ترتبت علىه؟ أجب عن ألف أو به هنا أعزائي الطلبة والطالبات بيكون فيه سؤال اختياري بيجيب لي سؤالين وإحنا بنختار واحد فقط ما بنجوبش على الاتنين وبأكد لأن المساحة المحددة للإجابة هتكون لسؤال واحد فقط فيقول لي ما النتائج التي ترتبت علىه؟ أجب عن ألف أو به ألف مشاركة المصريين في الدووين في عهد الحملة الفرنسية به إنشاء المجمع العلمي فإحنا هنجاوب عن السؤال ده نتائج مشاركة المصريين في الدووين أو هنتجاوب على نتائج إنشاء المجمع العلمي إحنا هنا في الحلقة هنجاوب عن الاتنين لكن أنت في البوكلت هتختار واحد فقط نتائج بقى السؤال الأول اللي ما كانتش موجودة قبل الحملة أما لقم به النتائج التي ترتبت على إنشاء المجمع العلمي فقد ترتب على إنشاء المجمع العلمي تقدم العلوم والمعارف في مصر ومن أهم الأعمال التي قام بها المجمع العلمي أيام الحملة إنشاء مطبعة عربية باللغة العربية يعني وأخرى باللغة الفرنسية إنشاء جريدتين تم إصدار في عهد الحملة جريدتين باللغة الفرنسية سياسية وعلمية واقتصادية أيضا تم إنشاء جريدة أو إصدار جريدة باللغة العربية لنشر الأوامر والقرارات الإدارية بهدف تحزير الناس من الميول المعادية ننتقل إلى سؤال الآخر تطلع محمد علي إلى ضم الشام لمصر منذ عام 1810 وقد نجح في تحقيق ذلك عسكريا مما أثار تدخل الدول الأوروبية ضده دي بتبقى عبارة بنقراها وبنشوف الأسئلة اللي مطلوب منا بعد العبارة في على دوق هذه العبارة وضح ما يلي محاولات محمد علي لضم الشام لمصر وموقف الدول الأوروبية والدولة العثمانية منها هنا السؤال شكين نعرف الأول محاولات محمد علي وبعدين نتكلم عن موقف الدول الأوروبية والدولة العثمانية من هذه المحاولات طبعا محمد علي قبل حروبه في الشام كان ليه محاولات في ضم الشام من هذه المحاولات عام 1810 فكر محمد علي في مخاطبة السلطان العثماني لكي يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال لأنها طبعا بتمثل المجال الحية ولمصر من جهة الشمال بالإضافة لإكمال الوحدة العربية اللي كان محمد علي بينوي تحقيقها وطبعا السلطان العثماني رفض اتجددت مرة أخرى المحاولة عام 1818 لما عادت الفكرة مرة أخرى أثناء الحروب الوهابية بحجة أهمية الشام في إخضاع الوهابيين وطلبها مرة أخرى من السلطان وبرضو السلطان رفض هذه محاولة تانية تتجددت تاني مرة تالتة عام 1820 لما أصبحت فكرة ضم الشام عند محمد علي أسقصر الحاحن بعد أن فتح محمد علي السودان بعد ضم السودان ووجوده في الجزيرة العربية ليكمل مشروع الوحدة العربية اللي احنا قلنا عنه يبقى تلات محاولة ثم عام 1827 مرة أخرى تجددت محاولات محمد علي ضم الشام أثناء حرب اليونان الشهيرة بالمورة طلب محمد علي من السلطان الشام لتعويده عن خسائره في اليونان لكن طبعا كنا عارفين أن السلطان أعطاه جزيرة كريت والتي لم يرضى بها محمد علي لأنها لم تعوده عن خسارته في المورة اللي هي اليونان ولم يرضى محمد علي لبعدها عن مصر ولطبيعة أهلها المتمردين بما تفسر ده سؤال آخر اهتمام محمد علي بالتعليم في مصر كنا عارفين إن حصلت نهضة تعليمية كبيرة في عهد محمد علي ليه محمد علي تم بالتعليم في مصر التعليم في عهد محمد علي أعزائي الطلبة والطالبات ارتبط ارتباطا كبيرا بأهداف سياسة الاحتكار الاقتصاد وبناء الكوة الزاتية لمصر وأيضا ارتبط بالتوسع الخارجي والحروب التي دخلها محمد علي فقد أرسل محمد علي البعثات للخارج لزيادة التنمية الانتاجية وخدمة المجهودات الحربية ودراسة الفنون العسكرية وبناء السفن والملاحة والهندسة بالإضافة إلى إنشاء الكثير من المدارس مثل المهندس خانة للهندسة حاليا والطب والصيدلة والزراعة وآيردين أنشأ محمد علي ديوان المدارس ننتقل إلى سؤال الآخر كارن بين التعليم في عهد محمد علي والتعليم في عهد إسماعيل حتى عام 1879 طبعا كلنا عارفين حصلت نهضة التعليم في عهد محمد علي زي ما قلنا وأيضا شاهد عهد إسماعيل نهضة تعليمية كبيرة تعالوا نشوف بقى نقارن بين الاثنين ونشوف مظاهر التعليم في عهد محمد علي ومظاهر التعليم في عهد إسماعيل التعليم في عهد محمد علي محمد علي أسس الكثير من المدارس العالية في الفترة من عام 1816 حتى 1839 مدارس العليا اللي هي العالية دي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والعسكرية زي ما قلنا زي المهندس خانة والطب والولادة والصيدلة وعندما قصر عدد المدارس والتسع نطاقها أنشأ محمد علي ديوان المدارس عام 1837 كأول وزارة للتعليم في مصر كانت بمثابة أول وزارة التربية وتعليم في مصر يما محمد علي مظاهر اهتمامه بالتعليم أنه اهتم بإنشاء المدارس العليا ودينا أمثلة وأيضاً أنشأ ديوان للمدارس أما التعليم في عهد إسماعيل ففي عهد إسماعيل أعاد إسماعيل تكوين ديوان المدارس بعد أن أغلق أثناء بعد وفاة محمد علي بعد معاة لندن ليشرف على تأسيس المدارس اللازمة وتأسست بقى في عهد المدارس المتنوعة مثل الحربية أيضاً المهندس خانة والطب والحقوق وأنشأ إسماعيل دار العلوم مدرسة دار العلوم اللي أكلت دار العلوم حالياً للاهتمام بتخريج معلم اللغة العربية واهتم إسماعيل أيضاً بتعليم الفتيات وطبعاً عارفين كلنا في عهد إسماعيل أول مدرسة إنشاءت لتعليم البنات كان في عهد إسماعيل ولم يكن هناك أي نوع من أنواع تعليم البنات قبل عهد إسماعيل فأكمت مدرستان للبنات بالقاهرة مثلها مثل مدرسة الثانية ومدرسة القرابية أيضاً اهتم إسماعيل من مظاهر التعليم في عهد إسماعيل إنه اهتم بالتعليم الفني والزراعي والمساحة والمحاسبة والمدارس الابتدائية والثانوية وقصر عدد المدارس الأوروبية التي أقامتها الإرساليات التبشرية في عصر إسماعيل في مصر للبنين والبنات وصل عدد المدارس الأجنبية في عهد إسماعيل إلى سبعين مدرسة ننتقل لسؤال آخر اختر الإجابة الصحيحة مما بين ألف أو به أو جيم أو دال برضو أحب أنوه وفكر أعزائي الطلب والطالبات ما فيش ترتيب معين للأسئلة ممكن نبدأ بسؤال اختر ممكن نبدأ بما تفسر بعده سؤال نتائج ممكن يرجع تاني بما تفسر بعده اختر وهكذا ما فيش مش زي النظام القديم اختر الإجابة الصحيحة مما بين ألف أو به أو جيم أو دال أول هيئة رسمية أوروبية أنشأت لغرض التدخل الأجنبي في شؤون مصر المالية هل هي بعثة كيف؟ أم صندوق الدين؟ أم المجلس الأعلى للمالية؟ أم المراقبة الثنائية؟ طبعا الأربع نقط دول ألف به و جيم دول مظاهر التدخل الأجنبي في مصر لكن مين فيهم يعد أول هيئة رسمية أوروبية للتدخل الأجنبي في مصر؟ طبعا الإجابة كل سهلة و كوننا عارفينها هي صندوق الدين دلل تاريخيا على صحة العبارة القاتية كانت معاهدة لندن 1840 كرسة على مصر طبعا هنا بنستخدم بقى هنا أسلوب الغير مباشر يتقرب هنا ما يتخضش من سؤال هذا ده يعني معاهدة لندن كانت كرسة على مصر يبقى هنا أكيد عايز النتائج اللي ترتبط على معاهدة لندن أكيد طبعا كوننا عارفين النتائج اللي ترتبط على معاهدة لندن كانت بالغة السوق بالنسبة للمصر عشان كده سموها كانت كرسة أو وبالا على مصر يبقى هنا السؤال ده بيساوي ما النتائج المترطبة على نشوف بقى معاهدة لندن كانت كرسة ليه؟ نتعرف على النتائج أهو حيث أن النتائج المترطبة على معاهدة لندن عام 1840 هي ما يلي فشل مشروع الرابطة العربية التي سعى محمد علي إلى تحقيقها المشروع الوحدة العربية اللي كان عايز يعمله ويدم البلاد العربية كلها في دولة واحدة طبعا بعد معاهدة لندن انسحب محمد علي من الأماكن اللي كان خدها وفاشل المشروع تقلص نفوز مصر بانسحابها زي ما قلنا من الجزيرة العربية والشهر وعودت مصر إلى حدودها قبل التوسع وهكذا أصبحت معاهدة لندن عام 1840 وثيقة سياسية للاستغلال مصر لكنه استغلال مقيد وتخلى محمد علي عن سياسته العربية يبقى نتائج المترطبة على معاهدة لندن طبعا كانت بالغة السوق بالنسبة لمصر وأثرت كتير في مشروع وحدة محمد علي سؤال آخر ماذا يحدث إذا؟ سؤال من الأسئلة الجميلة والسهلة ماذا يحدث إذا؟ لم تقف الدول الأوروبية موقفا عدائيا من محمد علي عام 1840 1840 معاهدة لندن مرة أخرى لو ما كانتش بقى الدول الأوروبية وقفت موقف عدائي لمحمد علي كان هيحدث إيه؟ طبعا لما فشل مشروع الوحدة العربية زي ما قلنا التي حققها محمد علي ما كانش بقى ولما تقلص نفوذ مصر بين سحابها من الجزيرة العربية والشام ولما أصدرت الدولة العثمانية فرمان 1841 وفرضت قيود شديدة على استقلال مصر كانت سياسة الإقتراط التي بدأها سعيد وزادت في عهد إسماعيل وبالا على مصر برضو وبالا بمعنى كارثة يعني كانت مصيبة يعني سببت مشاكل وكانت سيئة جدا بالنسبة لمصر سياسة الإقتراط اللي بدأها سعيد آسف وزادت في عهد إسماعيل طبعا كلنا نعرف كده بقى أن الأزمة المالية والديون والإقتراط بدأ في عهد سعيد واشتد في عهد إسماعيل على دوق هذه العبارة وضح ما يلي أجب طبعا عن ألف أو به هنرجع هنا لسؤال اختياري هتقابلنا نوايات كتير هتقابلنا أكتر من سؤال اختياري في بما تفسر في النتائج المترطبة على في قايد بالأدلة في قطعة وعليها أسئلة زي اللي قدامنا إحنا بأكد هنختار واحدة فقط لا غير اختار الأسهل والأنسب اللي أنت عارف إجابتها أجب عن ألف أو به ألف الأسباب التي دفعت كل منهما إلى اتباع هذه السياسة به مظاهر التدخل الأوروبي في مصر بسبب الديون نبدأ أنا هنحل طبعا الاتنين بس إحنا عزيزة الطالب عزيزات الطالبة إحنا هنختار واحد فقط الأسباب التي دفعت كل منهما إلى اتباع هذه السياسة هي سياسة الإصراف والبزغ والتقرب للأجانب التي تتبعها كل من سعيد وإسماعيل كلنا عارفين طبعا مظاهر إصراف إسماعيل وسعيد أيضا الأسباب اللي دفعت الدول الأوروبية للتدخل هي سياسة إسماعيل في التخلص من كيود معادة لندن أفتمية واربعين وفرامانية واحد واربعين طبعا نحن عارفين أنه دافع مموال طائلة للسلطان للحصول على فرامانات استقلالية وتوسيع النطاق استقلاله وصولا إلى الاستقلال التاني بكسب أكثر ما يمكن من حقوق ومزايا من الدولة العثمانية اللي هي الفرامانات الاستقلالية اللي احنا طبعا مذكرينها وعارفينها أما بقى به بقى مظاهر التدخل الأوروبية في مصر بسبب الديون فتمثلت في أشكال التدخل أو مسلسل التدخل لها طبعا أكثر من صيغة أولا كانت بعسة كيف ودي طبعا إحنا عارفين أن إسماعيل اضطرة إلى الاستعانة بإنجلترا فأرسلت بعسة كيف تحت ضغط الدائنين واستقدم بعسة كيف عام 1875 من بريطانيا للمعاونة في حل الأزمة المالية فدفع هذا أيضا فرنسا إلى إرسال خبيل فرنسي حتى لا تنفرد إنجلترا بالتدخل في شؤون مصر طب فرنسا عملت إيه؟ أرسلت ميسيوفي إيه؟ اللي اقترح صندوق الدين يبقى بعسة كيف؟ بعسة إنجليزية أما صندوق الدين ده اقترح فرنسي من خلال لجنة أو بعسة ميسيوفي إيه؟ طبعا استرداء للدائنين فقد طلب إسماعيل وضع النظام الذي يرتضونه عشان يسدد الديون اللي علينا فقدم الجانب الفرنسي مشروع إنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون فصدر مرسوم بإنشاء الصندوق في مايو 1876 طب المظهر الثالث من مظهر التدخل الأجنبي طبعا تحددت مهمة صندوق الدين في أن يكون خزانة فرعية تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية مباشرة وكان أول هيئة رسمية أوروبية على فكرة عزيزية طلبة خد بالك من الفكرة اللي قدامك دي الفكرة دي إجابة سؤال آخر هي لما يقول ليه يعتبر صندوق الدين أول هيئة رسمية أوروبية في التدخل الأجنبي أقول عشان تحددت مهمته في أن يكون خزانة فرعية تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية مباشرة وتوزيحها على الدول الدائنة وطبعا كان أعضاءه كلهم أجانب المظهر الثالث بعد صندوق الدين وبعد بيع سيد كيف المجلس الأعلى للمالية ففي مايو 1876 أصدر الخديو اسماعيل مرسوم بإنشاء مجلس أعلى للمالية من عشرة أعضاء نصفهم من الأجانب طبعا ده يعتبر تدخل في شؤون مصر أخيرا برضو من مظاهر تدخل المراكبة الثنائية ومن برضو في نفس العام نوفمبر 1876 أنشأت المراكبة الثنائية على المالية المصرية فهو كانوا اتنين من الأجانب أحدهم إنجليزي والأخا فرنسي كان عينوا مرائب إنجليزي للإرادات وآخر فرنسي للمصرفات وأخيرا لجنة التحقيق الأوروبي أصدر الخديو اسماعيل في يناير 1878 مرسوم بتأليف لجنة التحقيق العليا للتحقق من أسباب العجز في الإرادات وأسباب عجز الموازنة المالية في مصر دي كانت مظاهر التدخل الأجنبي في مصر بسبب الديون سؤال آخر اختر الإجابة الصحيحة مما بين ألف أو به أو جيم أو دا تعودنا بقى خلاص طبعا في الورقة بنظلل حول الديرة اللي جنب ألف أو به أو جيم أو دا بنفكر بس الطلبة عشان ما نقعش في أي أخطاء تراجع الخديوي عباس حلمي الثاني عن سياسة التشده اتجاه الاحتلال بعت حدث الدين شوية حدثة فشودة أو حدثة أصر النيد أم حدثة عبدين طبعا كلنا عارفين أن عباس حلمي كان لي مواقف متشددة في بداية حكمه نأكد كده في بداية حكمه تجاه الإنجليز لكن حصلت حدثة خلته تراجع عن مواقفه المتشددة دي إيه هي بقى الحدثة دي؟ برافو حدثة فشودة بما تفسر أجب عن ألف أو به خلاص تعلمنا بقى ألف أو به هنختار واحدة من الاثنين ألف فشل الثورة العربية يعني نعرف أسباب فشل الثورة العربية بأسباب تراجع الخديوي عباس حلمي الثاني عن سياسة التشده اتجاه الاحتلال لسه إلينا من شوية في الاختيارات بعد حدثة فشودة طيب هازل نعرف بقى تراجع لي نمسك بقى ألف فإحنا طبعا نحلل اللي اتنين بس إحنا في البقلة هنختار واحد أسباب فشل الثورة العربية تمثلت فيه الإنكسام بين صفوف الأمة بين معسكر العربيين من ناحية ومعسكر الخديوي توفيق من ناحية أخرى والعناصر التركية من ناحية ثالثة يبقى كانت الأمة منقسمة ما كيفيش توحد بين الأمة من أسباب فشل الثورة العربية أيضا اختلاف هدف التخلص من التدخل الأجنبي لأن العناصر التي كانت تريد التخلص من التدخل الأجنبي كانت في الوقت نفسه لا تريد تحدي سلطة الخديوي من أسباب فشل الثورة العربية ظهور عناصر انهزامية في صفوف الوطنيين الناس خايفة من مواجهة انجلترا خايفة مهابة من الموقف نفسه وأخيرا عدم تكافؤ الكوة العسكرية بين الجيش المصري بكيادة العربيين وبين الإنجليز دي أسباب فشل الثورة العربية رغم صدق أهدافها وأخيرا طبعا طواطئ إدارة شركة كناة السويس واللي سهلت للجيش الإنجليزي عبور القناة طبعا عالفين كلنا مدير الشركة فيردنان ديلي سيبس معادات الدول الأوروبية الكبرى لأي ثورة وطنية طبعا دي كان لها دور في فشل الثورة العربية به بقى بما تفسر تراجع الخديوي عباس حلم التاني عن سياسة التشدد تجاه الاحتلال من بعد عام 1898 عام 1898 اللي هو عام إيه بقى اللي حصلت في حادثة إيه أيها سامع الطلبة بتتكلم بتقول حادثة فشودة وقد حدست حادثة فشودة بين فرنسا وإنجلترا وفيها تراجعت فرنسا وانسحبت عن قوتها من فشودة طبعا هنا قولنا فرنسا احتلت فشودة بعد الحادثة دي وإنجلترا طلعت منها الانسحاب رفضت فحصلت صدام بين الاتنين ولكن الاتنين حصلوا فاق بينهم بعد كده وانسحبت منها وانتنازلت عن فشودة لإنجلترا وكان الخديوي يعتقد أن فرنسا احتلت فشودة لإكبار إنجلترا على مناقشة موضوع الجلاء عن مصر فلما تراجعت فرنسا دب اليأس في نفس الخديوي وبدأ يسالم سلطات الاحتلال ننتقل سلطات الآخر برضو تاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين ألف أو بيه أو جيم أو داد تميزت ثورة 1919 بأنها ثورة دينية قومية اجتماعية أم عسكرية طبعا ما فيش كلام في ثورة 19 مع أن نطلق باش طبعا ثورة 19 بنتكلم عنها ونقول إنها حصل فيها وحدة وطنية بين المسلمين والأقبار هل ينفع بقى إنها تعتبر كده ثورة دينية؟ لا ثورة 19 ثورة أيوة كومية ولازم نعرف السبب لأن بها المصريين والمصريين فقط كأمة واحدة دون التفرق بين مسلم ومسيحي ودي طبعا عادة الشعب المصري التي لا تمزكوا أي عصبيات وبنسيج واحد نكبت مصر بالاحتلال البريطاني عام 1882 كنا عارفين إن جترح تلت مصر في ديسمبر 1882 في دوق هذه العبارة وضح ما يلي مساوئ الاحتلال السياسية والاقتصادية السؤال ده في غاية الأهمية عزيزة طلب الطالبات ولازم نأكد دايما على مساوئ الاحتلال البريطاني في مصر عندنا مساوئ سياسية وعندنا اقتصادية وعندنا التعليم طيب احنا نتعرف دلوقتي على السياسية والاقتصادية أولا مساوئ الاحتلال البريطاني والأضرار التي لحقت بمصر سياسيا طبعا عارفين كلنا إن جترح أصدرت الكنون الأساسي وفقدت مصر حريتها واستقلالها واستمرت تبعيتها للدولة العثمانية جمعت إن جترح إدها السلطة الفعلية في البلاد فأصبحت الكلمة العليا للمعتمد البريطاني وأكد أول معتمد بريطاني في مصر كان اللورد كرومر وأصبحت السلطة الشرعية يمثلها الخديوي والفعلية يمثلها المعتمد البريطاني أيضا عملت إنجلترا على طبع الإدارة المصرية بالطابع الإنجليزي اللي هي المعروفة باسم سياسة الجلنزة لحلال موظفين بقى أجانب إنجليز ما كان المصريين وهكذا وألغت إنجلترا مجلس النواب طبعا عشان تقدر الحياة السياسية وأنشأت مجلسين سوريين هم الجامعية العمومية ومجلس شورى القوانين وكان هيئتين استشاريتين لا سلطة لهم سلطة كلها كانت في إيد إنجلترا طب إيه المساوي بقى اقتصاديا؟ في الزراعة اتبع الإنجليز السياسة لا تخدم إلا مصالحهم سواء في الزراعة أو الصناعة فقد اهتموا بالزراعة على حساب الصناعة وتوسعوا في زراعة القطن على حساب المحاصيل الأخرى وذلك لتزويد المصانع الإنجليزية بحاجتها من القطن المصري الممتاز وحارب الإنجليز الصناعة الوطنية حتى تظل مصر سوء لتصريف منتجاتهم وأصبحت الصناعة الوطنية لا تستطيع منافسة الصناعة الإنجليزية نتيجة الضرائب التي فردت عليها والجمارك اللي ودعت على الموارد الأولية وغيرها كتير طبعا من أسوأ مساوي الاحتلال الصناعة والتعليم كما تدهور حال التعليم الصناعي وقلت رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستخدمة في الصناعة طبعا لأن كل الرؤوس الأموال والاستثمارات اتجهت للزراعة وتدهورت الصناعات الصغيرة وحل الإنتاج الأجنبي محل الإنتاج الوطن وزادا ده بقى في التجارة بقى زاد نفوز الشركات التجارية الأجنبية وانشأت في مصر الشركات والبنوكة التي تعمل جمعها في النشاط الزراعي ونتج عن ذلك وقوع ملاك الأراضي تحت سيطرة هذه البنوك كانوا بيكبردوهم أموال بفايدة عالية يعجزوا عن سدادها فكانوا ياخدوا أراضيهم ما النتائج التي ترتبت على اغتيال السيرلستاك طبعا سيرلستاك حاكم إنجليزي عسكري واختيل في مصر على يد مجموعة من الوطنيين تترتب على الاختياله إيه؟ إسقاط أول حكومة شعبية منتخبة بإرادة الشعب في مصر طبعا كلنا عارفين الحكومة دي اللي هي وزارة سعد زغلول وقدمت إنجلترا إنذار شديد اللهجة تضمن مطالبة مصر بتعويض مالي كبير نصف مليون جنيه وسحب الجيش المصري من السودان لما رفض سعد زغلول طبعا إنجلترا احتلت أو أمرت بريطانيا باحتلال منطقة جمارك الأسكندرية فاستقال سعد زغلول طبعا كنا عارفين وتعين أحمد زيور اللي استجاب لمطالب الإنجليزي أيد بلادين للتاريخية صحة العبارة الأتية نعمة مصر بثمار الحياة الدستورية في ظل وزارة سعد زغلول عام 1924 أو الوزارة الدستورية في مصر وزارة سعد زغلول زي ما قلنا أو الوزارة الليبرالية جات بانتخابات وحصلت على أغلبية أصوات الشعب نعمة مصر في ظل هذه الوزارة بثمار الحياة الدستورية بسبب الإجراءات اللي اتخذها سعد زغلول السؤال ده ممكن ييجي سيغة تانية عزيزة طلب الطالبات ممكن يقول لي ما النتائج المترتبة على تولي سعد زغلول وزارة هكتب نفس الإجراءات اللي اتبعها طبعا جواب على السؤال طبعا وزارة سعد زغلول اتجهت إلى تركية شؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق ميالي دي الإجراءات بقى بيع أكبر جزء من أراضي الحكومة لصغار المزارعين فصل العملة المصرية عن العملة البريطانية دي طبعا كانت في مساوئ الاحتلال في مجال التجارة تخليص الحياة الاقتصادية من السيطرة الأجنبية كانت في إنجلتها طبعا قلنا ودي من المساوئ اللي احنا قلنا في الاحتلال من شوية زيادة ميزانية وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا ووضع قانون التعليم الإجباري للبنين والبنات وتشجيع الحركة الوطنية في السودان والتي تسعى لوحدة مصر والسودان وتحرير وادي النيل من الإنجليز أيضا قامت وزارة سعد زغلول بصبغ الإدارة المصرية بالصبغة المصرية بإحلال موظفين مصريين محل الأجانب يعني وزارة سعد زغلول بتحاول تتخلص من سيطرة الاحتلال الإنجليزي على شؤون الحكم مصر السياسية والاقتصادية إلى هنا يا عزيزي الطلبة والطالبات بنكون وصلنا لنهاية حلقة مراجعة النهاردة طبعا بأكد تاني امتحان سهل الامتحان جميل مجرد جزء بسيط من المجهود بسيط مع قليل من التركيز قليل من الفهم هنقدر أن نحن نحل الامتحان كله إجابات نموذجية سليمة إن شاء الله تمنياتي أعزاء الطلبة والطالبات وتمنيات أسرة البرامج التعليمية بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر